السلام عليكم الحادقات اشخباركم لابس عليكم كبيرين مع هاد الحرارة و هاد الصد نتمنى تكونوا بخيروا على خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم جوجة الوصفات ساهلين كي تحضروا بسرعة يعني نفعوكم هكا في هاد الحرارة يعني هاد الشي اللي كي يصلح تمنى ان شاء الله الاقتراحات دي اليوم اعجبوكم وتستبدو معايا في هاد الفيديو يالله نبدو بسم الله بسم الله اول شي نبدأ بالتحلية باش ندخلها كتبرد وهنا نحضر كريم كراميل من الوصفات اللي جربت كي يجي كريمي وبنين بنين بسافت اتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم اول شي هنا نحضر الكراميل في الكاسرونة درد كاس ديال السكار اخذت منه غير واحد المعلقة او جوج معلقة كبار وما اللي احتفت بهم جانبا اللي غدين نديرهم في التحلية سوف ندخل فوق البطا وعلى نار تكون هادئة نحن نجدها يدب على خطره حتى يدخل كراميل يعني ان يخذوا كل اللون مذهب ومعه يمشي تحرق لكم المهم العافية تكون مهيلة بحرش معه ون تغفلوا عليه بعد ما نحصل على هادئة الكراميل هادئة كيف تشوفو تكون هكا يلون ديالوك انا غدي نحضر هادئة هادئة تحلية هادئة في هادئة المول يعني هادئة مول عائلي بغد انتم تدروها في يعني في كؤوس فرضية لكم الاختيار مباشرة والكراميل ديالنا مازال سخون ونصبوها هادئة في المول اللي غدي ندرو فيه التحلية نبقى هادئة كيف نحرقوه باشدك الكراميل يعني يقس لنا جميع الجوانب ديال المول ومن المول راه بدك يسخن نبقى هادئة كنحرقوه ونحطوه سوف نخليه جانبا ونجزه هنا باشدروا التحلية ديالنا في نفس الكاسرونة فين حضرت الكراميل باشده لنا ندك السكار وفي نفس الوقت تحت وحد المضاق كيف تحلية ضفت انسطر الحليب سوف نضيف عليه 250 مليلتر الكريمة أنا استعملت الكريمة حلوة كريمة الخفقة ضفت اسكار المتبقي تقريبا انا خليتي واحد لمعالقة كبيرة مع الكريمة مع الكريمة حلوة مع الكراميل ومعنا جتني هي اما الجديدة تقريبا استعملوا هيا وضفت كذلك نضيف كريمة او ميزانة او تقريبا وضيف قريبا ونضيف نضيف الكريم كراميل أو الفاني نضيف الكريم باتيسيا نضيف الكاثرونة فوق النار حتى يصل الخليط للغلايان نضيف الكريم كراميل نضيف الكريم كراميل أختياري ونضيف الكريم كراميل لكن إذا لم يكن أريد أن تستطيع اغتياج فسوف نضيف قليلاً ونضيف تحلية سخونة ونضيف الخليط في المول لنضيف حبيبات في قوم القليل ونضيف تحلية النار فق سطح العمل ستتفشي قليلاً ونضيف الوقت لتلاجة ونقدمها بصحة وعافية تمنى ان شاء الله تجربوا بهذه المكونات التي قمت بها فعلا تأتي كرم كراميل مغاير على غرب الحليب والفلو والسكر يعني تأتي مضاق اخر في هذه الأثناء نحضر السلطة سنبدأ بالحشوة السلطة هي الأولى الروزراني الدائرة كي يتسلق حيث نحضر سخون بالنسبة للحشوة في الإناء قدرت فلفلة حمرة قليلة التي قطعتها إلى مربعات صغيرة هنا فلفلة قليلة تعطينا كل مضاق والنكهة السلطة تأتي ولا ألد اضفت عليها 1 جوج أو 3 ديال المعالق كبار 3 ديال المعالق كبار ديال جلبانة ممكن تديروا اللوبيا الخضراء تديروا خزو طبعا مسلوق أو مفورها تقدروا تزيدوا لدان تفمي الخضر والذي تريدون أن تضيفها في السلطة سنضيف معلقة كبيرة كيتشوب معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة ملحة والخضر والذي ضروري هي الفلفلة معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة والكيتشوب هذا هو جوج أساسي وضروري سوف تكون الحشوة جاهزة كبيرة سوف تشرب هنا الروز بعد ماء وصفيته 250 جرام الروز وصفيته سوف نضيف الكيمية الفرماج 50 جرام سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف المكونات 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 لا أقل ولا أكثر إضافة الجبن يعطيه ماداق ولا أرواح عكس الروز مع المايونيس لا يأتي مجموع وشد دراسة سوف نقدم يستطيع تحل معكم وشد دراسة ومتماسك نشكر لكم هذه السلطة من الأول ونجربها سوف نضيف الروز مع المكونات ونضيف لنقصها ملحة ونصح هذه المكونات سوف نحتاج لسلطة الروز مسلوق بالملحة مع المايونيس والفرماج والحشوة الخضر مهم على حسب السلطة سوف نقدمها 30 سنتيم طبقة أول ونضيف الحشوة ونغطيها من فوق بالروز حتى هذه السلطة تقدمها في أطباق فرضية تقدمها ك إطار ونضيف طبقة للروز وطبقة للحشوة وطبقة تقدم في أطباق فرضية مهم أن تقديم تبقى على حسب المتوفر وعلى حسب الدق وحتى الحشوة كمية كثيرة تقدم الروز وقسمها على طبقات يعني تقدم الروز وحشوة 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 تتمنى تكونوا فهمتوني ويكون الشرح واضح سوف نضغط عليها جيد لكي تكون طبقة متساوية ونضغطها من الفوق بالروز ونضغطوه جيد حتى كي يأخذها كي الشكل الإطار بالنسبة المول تقدروا أنكم تغلفوا بلاستيك غدائي إلا خفتوا أنه لا يريد تحيد معكم السلطة لكي تقدموها في طبق التقديم مهم لا يوجد مشكل إلا أنكم تغلفوا بلاستيك غدائي لكم الإختيار سوف نضغطها هنا السلطة سوف نضغطها ونضغطها لها لتقدمها كدافية الروز مع الخضاء ونضغطها باردة لكي تفضله بعد ما بردت السلطة سوف نضغطها في طبق التقديم سوف نضغطها في الأول إلا خفتوا أن السلطة لا تتحيد من المول من الأفضل أنكم تغلفوا بلاستيك غدائي أنا بقيت معها بشكل غير سكين في الجنب لكي تنفس يعني يدخلوا وهو من بعد تهبط هكيا بكل سهولة هذا هو الشكل سوف تكون داخل بين الحشوة سوف تكون جيد وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة سوف نضغط من الفوق كمية المايونيز إذا كان لديكم جبن كريمي يكون أفضل لا نكتر من المايونيز المهم الذي كان لديكم سوف نضغطها خفيفة ونضغطها من الفوق كدوائر تماطم إذا كان لديكم طماطسوغيز سوف تكون صغورة سوف نضغطها صغورين لم أكن كانت لديها صغيرة فقطعتها وزورت لها غير البودور لكي لا يدخلوا الماء في السلاطة وكانت نقدمها بهذا الشكل دورت عليها حبات الدورة يعني جاء شكلها بشكل الورضة إذا كان لديك ساعات تقديم تفننوا فيه وصفت لي تطبيقاتكم على انستغرام اخذ لكم رابط واسفر في صندوق الوصف يفرحوني بثاف بثاف تطبيقاتكم وشكرا على التقيقاتكم والله يحفظكم ويبارك فيكم سوف نبقى السمرة لكي تنزين السلطة ونضعها لكي يديك السيقان لكي يأتي بشكل الورضة مهم تنزين بسطة أعطيتها الخاطر تنزينها بشكل وحفنية لم يمضيتها الخاطر كان عندي الوقت فبقيت غير لكي نزوقها سوف يكون هذا هو الشكل النهائي السلطة بسيطة أتمنى ان شاء الله تجربوها أما بالنسبة التحلية بعد الماء بردات نحاول ان نضغط الحلية غير من دوك الجوانب حتى لا يوجد لصق لكي أضع على السلطة في الجن كي يناد مهم سوف تنفيذ كريم كراميل سوف يبط كريم سهولة كي يأتي كي يأتي كريم يجب ان نشغل على طريقه المهم تمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وكان هذه الوصفات اليوم وصيفات صيفية تمكنوا اضطيع القطيبات الادانت او الجاج او افريقه او سندويتش مع السلاطة او الفلون وهذه واجبة تكون كاملة وصفات اللبسات وكيف تحضرون بسرعة فضروري سنقسم معكم هذه الصلاة كيف تشوفون شاد درسها بذلك الجبل اللي در نهليها وضروري الروز يكون سخون باش هكيا ما يعد بكم شو يدو بفست منه ذلك الفرماج يعني كتجي بحل شكل ديال التاخت كتجي طبقة الروز طبقة الحشوة وطبقة الروز من الفوق من الروع ما يكون سوف نقدمها كي السلطة وكذلك التحلية ديال نحته هي كتجي كريمية وبنينة بساف خلوها كي يتبرد مزيان مزيان وتقدمها بصحة والعافية لعائلتكم والاحباب ديالكم نتمنى ان هذا الاقتراحات هادو يكونوا عجبكم تكونوا استفتوا معي في هذا الفيديو ولو بالقليل في انتظار اقتراحاتكم اراءكم كذلك الدعم وتشجيع ديالكم ما تنسونيش مصالح الدعاء بصحة والراحة وانا الفيديو القادم ان شاء الله استرموا عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة